موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم كلمة اليوم سنتحدث عن أهم أمر وأكتر شيء تأثر بجياحة كورونا عن السياحة بصفة عامة أمر بيخص المصريين والعالم كلك المتأثر فشرفنا ويكون في ضيوفتنا النهاردة سيد طارق محي المدير المال لمجموعة البطرس الخبير السياحي طبعا رئيس منطقة البحر الأحمد من الفوتبول حاجة مشرفة جدا أهلا وسهلا زعلاء وشرف لنا النهاردة أن كنا محضرتك النهاردة شرف لنا وحضرتك محضرتك وكل سنة حضرتك طيبين شعبان وشهر شهر كريم كريم علينا إن شاء الله ويكون السنة دي رمضان على الأمة الإسلامية كلها بخير كويس أن حضرتك محضرتنا وجاي مخصوص جاي من غرداء نهور كيفانا جو الغرداء مبدئيا كده ممتاز وجو حلو جدا بيدعو الناس للسياحة والتنشيط السياحي يلا الناس كلها تطلع الغرداء وشرم الشيخ ومقصر أصوار هنطلع معاك كده فضل يا فن من تحت أمرك شكرا مبدئيا كيف هي أحوال السياحة المصرية حاليا وتأثير جايحة كورونا عليها والله يا حضرت جايحة كورونا أثرت على العالم كله مش على مصر بس فطبعا مصر جزء من العالم فتأثير طبعا وهنا قطاع المرأة واحد في التأثير على جايحة كورونا هو السياحة هو السياحة متأثرة من قبل الكورونا ساعة حدثة الطيارة بتاعة روسيا وقابليها الثورة جات بقى جايحة كورونا السنة اللي فاتت في ظل انتعاشة كان غير طبيعية في 2020 كان في 2020 دي البلان بتاعها في انتعاشة سياحية هو آخر 2019 والربع الأول من 2020 كان في انتعاشة عالية طبعا 2019 كلها كان كويسة جدا واحد واثنين 2020 كانت انتعاشة سياحية غير طبيعية طبعا عندنا البلان بتاع السياحة بيبقى مسبق يعني احنا عارفين الشهر يجي هنشتغل ايه الشهر اللي بعد يجي هنشتغل ايه السنة كلها نعمل كام هيبقى السياحة كام لأن بنبيع عدد غرف طبعا عشرين ايشي كان محتوط لها خطة طبعا هتبقى سنة قوي جدا في النشاط السياحي تعود السنوات السابقة تعود السنوات السابقة وبعد فترة الركود اللي حصلت الفترة اللي فاتت 2018 و2017 2019 اشتغلت وبدأت التعود السياحة وبقى فيه عدد سياح وصل لـ 14-13 مليون و265 ألف ساياح طبعا ده كان رقم كبير مقارنة بـ 2000 أقوى كان سنة سياحية 2009-2010 كان 14 مليون و600 ألف مليون ساياح فده وصلنا الرقم خلاص وصلنا المرحلة كان مرقب ممتاز فكان المفروض 2020 كان المفروض الرقم ده يعدي الـ 18 مليون طبعا وأكتر من كده فيه تاني فنادية كان تحت الانشاء كان هتفتح جت في نص اثنين بدأت جاعة كورونا بدأ العالم يعمل ستوب خلاص دين قفلت بدأت الناس كلها طبعا تعيد البلان تاني بتاع العشرين عشرين وحصل طبعا جاعة كورونا انتشار في العالم كله فكل فنادية قفلت طبعا في شهر ثلاثة تتابعا فنادية قفلت في ثلاثة فنادية قفلت في أربعة بس غالبا كل شهر من شهر ربعا كل فنادية قفلت لغاية بداية الموسم الصيفي في يونيو سبعة الفين وعشرين طيب هل هناك في المستقبل القريب أمل لزيادة التدفق السياحي بالأخص بعد ظهور اللقاحات الجديدة الفيروس كورونا والله كان طبعا المستقبل كان بدأ شلاتها كويس جدا واتنين اشتغل واربع المفهود لقبال علي علي بس طبعا مش عارفين بقى لو أوروبا قفلت زي ما سمعنا إيطاليا قفلت ألمانيا بالتبعية هل ده هيأثر طبعا هيأثر هيأثر على السياحة الخارجية احنا فيه جنسيات شغالة ما تأثرتش لحد وقتها شغالة موجودة كورانيولات بولندي ده شغال وطبعا كان فيه أخبار كويسة طبعا ان انت النهاردة السياحة الروسية كان مفهود يعني انها ترجع في شهر ثلاثة هو بدأ تقريدي في شهر ثلاثة عن طريق ريجولر من القاهرة المفهود كان شرطر هيبدأ الشهر الجاي على ما سمعنا من الوقات الأنبياء العالمية وسوقات السفر طبعا الشرطر لما يرجع خلاص ده جزء كبير جدا من بيغطي حيث كبير من الفناية السياحية ممكن تحدث المشاهد عن مصطلح شرطر أو طيران شرطر مشاهد بطبيعته الطيران الرجول العادي اللي احنا بدي ركابه زي من هنا بنسافر بره أوروبا روسيا ده بيبقى طيران ريجولر بيركابه كل الناس لكن الشرطر ده بيبقى طيران مخصوص لشركات سياحة اللي هي شركات سياحة مشتري عدد كريسي طيران طبعها بيتملى الطيارة جزء زمون بتاعها هو بس الجزء بتاعها هو فقط لغير فطبعا ده بيدي أسعار أرخص بيدي فرصة أنك انت النهاردة تنزل بالسعر للأجنبي بالنسبة لشركات سياحة فده بيديك تنشيط للسعر لكن لما تيجي تحجز النهاردة عن طريق الطيران العادي بتبقى التذكار أغلب كتير فده اللي بتشجع السياحة النهاردة بياخد باكج بياخد رحلة طيران بياخد أكوموديشن إقامة بياخد الرحلة كاملة كلها باكج فبيبقى سعر أرخص ده بالنسبة للشرطر للشرطر آه فده فيه أنباء عن عودته فيه أنباء عن عودته بس طبعا في ظل الجاحة اللي هدي في خمسة هل هيشتغل ولا مش هشتغل محدش عارد يتوقع أي حاجة ده بعد ظهور اللقاحات الجديدة وأكتر من دولة السابق ده ممكن يفاعل الأمر ويفاعل عود الشرطر طبعا وهو فعلا إذا حصل يعني اللقاح الجديدة بدأت فيه جنسيات أو دول شغالة عادي بتيجي وتسافر لنواخد اللقاحات بس طبعا هو طبعا التوقيت مش هيجي على الوقت البسيط طبعا اللقاحات طويلة دي شركات لسه ما انتجتش كل تغطي كل العالم وهي تلت شركات وفيه شركة كل الدول بتغطي للوقت الشعب بتاعها فطبعا اللقاحات دي هتسهل كتير طبعا هتعود السياحة لأنه طبعا فيه رقود اقتصاد في العالم كله فالنهارده هم عايزين قبل مصر أنه هم يعملوا اللقاحات دي طبعا عشان العالم كله واقف والسياحة مش في مصر بس على مستوى العالم على مستوى العالم ودول اليوم في العالم احنا رقم 18 طبعا لكن فيه دولة أسرار جامد يعني انت عندك نمر واحد في السياحة فرنسا 80 مليون سائح وبعدها أمريكا وأسبانيا أسبانيا رقم 4 عندها أمريكا 4 أمريكا 59 يليها الصين 55 مليون سائح في 2019 أسبانيا رقم 4 53 مليون رقم كبير يعني الناس وصل مرحلة لا يعني هم قبلين عايزين يعملوا الكرام ده يعني فرنسا 80 مليون في السنة ما بنحلمش نوصل لأرقام دي طبعا فيه جاب كبير والأخص أن مصر يعني تفتحق مكان أعلى النهاردة لأ يعني مصر هنيجي نقول لو خرجنا برسندوق تلت السياحة تلت الأصار في العالم والسياحة بس السياحة دلوقتي مفهومة مش اللي هو أصار وهيجي تفرج لا فيها لها منظومة تانية خالص شو تانية خالص لما فرنسا 80 مليون في السنة رقم يعني لا رقم عائد كبير جدا أنت بتمشوا في الشنزرة زي قد اللي بيجوه سياحة مصر لا طبعا ولا اللي بتمشوا ده أنت النهاردة أنت أقصى رقم وسلتونها في 2014 14 مليون 14 مليون فأنت النهاردة بتكلم من 8 مليون الصين 55 مليون ممكن نقول الصين يعني مش عشان فيها بيزنس وفيها شغل وصناعة لكن أنت بكلم في أسبانيا أسبانيا كان في فرنسا هو نمرة واحد دلوقتي أسبانيا رقم أربعة فنقضت رقم في رقم في سباق سباق يعني أنت النهاردة السياحة على مستوى العالم كان في حولي مليار فأنت رقم كبير لما نبص الرقم ده إحنا لازم نشتغل عليه لأن أنت النهاردة عندك الإمكانيات هؤلاء بيشتغلوا 6 شهور أنت النهاردة عندك استنى كلها بتشتغل عليها أنت عندك الجو في مصر 12 شهر أثار بفعل أول أثار سيحة علاجية وسيحة علاجية وجو وشار من الشيخ والغرداء صروق أسوان ومرسعالم وسكندرية وسكندرية بس أنت النهاردة لازم تشتغل على ده لازم تشتغل عليها لأن أنت النهاردة أنت النهاردة إيه 14 مليون و 600 ولا أي حيجة ما تقارنش ما فيش comparison بين الدي والبرة والناس بره ما عندهاش حاجة ما عندهاش الامكانات اللي عندك لا خالص يعني أنت ما عندهاش الامكانات ده أنت عندك توفير والدولة بتقف كتأمين وكمساعدة وكإمكانيات كأثار بالفعل عندك كجو وكطبيعة طبعا أنت النهاردة أنت ده اللي هما يعني ناس أنا بشوف الجانب يعني 12 شهر بيقف الشمسة كأنه بيبص عليها حاجة حلم يعني مثلا لو أنت سيبيرت بره أنت ممكن تقض لأسبوع القاعد والعشر ما بشوف شمس طبعا ما بشوفهاش احنا عندنا صعب يوم يمر وعندنا الفنادق يعني الفنادق أعلى من برة والله العظيم أنت لو دخلت فنادق في مصر لأ يعني حرام بالمنظر ده أنه أنت الفنادق بالكواليتي دي والإمكانات دي والسيرفز اللي أنت بديليه الزبون هو أنت النهاردة سياحة مش النهاردة بجيب سياحة عشان تفرج على الأسهار لأ أنا بجيب السياحة عشان ياخد سيرفز يرجع تاني لازم لازم تشتغل أنه إزاي تعمل تجيب بدل المعرفة طبعا بالنسبة لأسعارنا مقارنة تنبو طبعا الأسعار بقى خيصة مقارنة بقى خالص خالص طبعا الأسعار كيزة جدا يعني بنقدم خدمة ممتازة تقدم خدمة أكتر يعني فيه فنادق بتشتغل بتقدم خدمات وما تكسبش عشان الزبون يبقى موجود عشان العامل موجود عشان الموظف يستفيد ما هو الموظف أنه ده قاعد في البيت هيعمل إيه ما هو الموظف ما هو كان مجاحة كورونا قاعد في البيت وبيقبض وبيعمل بتا لازم تديره لازم يشتغل بالفعل احنا تكلينا أكتر من نقراش وحالة سابقة عن السياحة وعن برضو العمال والموظفين والمجموعة اللي هي اتضررت من أثر كورونا فبنتمنى التوفيق وعاوزين نخرج وإحنا موجودين زي ما احنا في السياحة بس حاجة بقى كانت جميلة أوي خضرتك بصفتك رئيس منطقة البحر الأحمر للميني فوتبول كنت منظم حفل الكاف اه ده كان دي حاجة كان دعاية طبعا دي ملاش علاقة بالميني فوتبول ده كان حاجة طبعا شركة احنا بكلم أنا عشان معنا الصور بقى بتاعتها اعرضها لنا بقى تفهم انا تفضل دي كان حاجة طبعا كان حاجة من ضمن التنشيط السياحة في مصر طبعا شركة الشركات الكبيرة في مصر شركة البطروس كان عاملة منظمة حفلة الكاف وده كان حاجة مشرفة طبعا يعني دي تعاملت في أول 2020 وده العالم كله تكلم عليها يعني بدأنا بيها العالم كله تكلم عليها يعني دي كان هتعمل انتفاضة في مصر عاملت حدث عالمي كان مية وستة مية وخمسين وكالة تكلموا عليها وكلامة وكالات علامية تكلمت عليها وده كان لها يعني أثر جامد على السياحة في مصر شركة البطروس نظمت حفلة الكاف دي على أعلى مستوى على مستوى أبهر العالم كله طبعا والعالم كله تكلم عليها لكن يعني من لأسف تعاملت الحفلة على العالم كله كان لها مرضود جامد على السياحة في مصر مرضود قوي جدا جدا هي معمولة أصلا عشان خاطر على عشان خاطر تنشيط السياحة نمر واحد وطبعا يعني الشركة بازت فيها مجهود غير غير طبيعية كانت نجحة نجحة قوي جدا نجحة نجحة غير طبيعي طبعا وده بعدها جائحة كورونا ما فيه شاري بعدها أم جائحة كورونا فدي كان العالم كله كان بتكلم عليها النجاح اللي اتعمل التنظيم الإبهار بس الأسف طبعا معنا وإحنا مع حضرتك برضو على أثر السياحة معنا السيد فيصل الزياري قنص المصر السياحي الأسبق في تركيا والبلقان بنرحب حضرتك أهلا بيك أهلا بيك أستاذ فيصل أهلا بيك أفندم بنسأل حضرتك عن دور تنشيط السياحة في التصدي لجائحة كورونا أفندم دور تنشيط السياحي للتصدي لجائحة كورونا حضرتك الهيئة والوزيرة من بجهد يعني جهده خرافي وبيشتغلوا بأمانة الله يعني بيشتغلوا شغل على أساس أن يقدروا يزودوا الحركة السياحية يعني لسه يمكن النهار ده كان فيه اجتماع بين الوزير وبين سافير بيلاروسيا عشان زيارة التعاون السياحي بين مصر وبين دولة بيلاروسيا إنما جائحة كورونا في ضرب العالم كل يعني حضرتك التوتا الموفمينت أو الحركة السياحية العالمية طبقا لحصيات الـ World Tourism Organization ده هي من نظام السياحة العالمية يعني معروف حركة الانحصار دي جامل إنما الإغلاق الكامل ده نعصر على الحركة كاملا إنما بيطلع إنما لما تسألني أنا رأيي الشخصي ونصيحتي أنا للدولة المصرية أن يبدأوا إنشطوا حركة السياحة الداخلية ويعملوا تخفضات على تذاكر السكة الحديث وعلى تذاكر التهران الداخلي معقول الطيران الداخلي بين لؤسر وبين أسوان يقارب النهاردة للطيران الدولي بينه وبين تركيا وبينه وبين إستنبول لازم ننزل بسعر تسكرة الطيران ويتنشط السياحة الداخلية عشان تعوض حتى التكاليف السابتة للفنادق أنا عندي تكاليف سابتة الأجور وكهربة ومية والحاجات دي ودي بالتالي بتقلل من النهوم ريت بتاع الغرفة ولو نزلت أنا بالسعر بتاع الغرفة هتدمر السياحة مش هادر أطلع بيه تاني يا أستاذ فايصل بيسموها حرق الأسعار أنا مش عايز نوصل للمرحلة لتحرق الأسعار ويتنشط الشارتر وتتاخد إجراءات الاحترازية ضد الكورونا ولازم في حركة مزبوطة على الأقل أعوض الخسار السابتة للحركة السياحية إنما الدولة بتخلي عن جهد جهد كبير وفي قيادة الرئيس الشيسي النهاردة بيوجه السياحة والعلاقات بتاعت الدولية واحترام سيخة المصر الحضاري والثقافي وعامل الجذب وعامل جذب منتج السياحة المصري سواء سياحة شاطئية أو سياحة ثقافية أو سياحة علاجية طيب يعني عندنا ما شاء الله المنتج السياحي المصري المتنوع فيصل بيه حضرتك بصفة أجباء كونسو المصر السياحي الأسبق في تركيا والبلقان بحيث عودة السياحة في الفترة المقبلة هيكون أهم عواملها إيه أبنديم أهم عوامل اللي هي بالشجع السائح بصفة عامة الدول اللي كنت حضرتك أهم إيه من السائحة حضرتك الصوت صعب أوي أهم العوامل لعودة السائح في ظل ظهور اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا ما أنا أقول لحضرتك على حقي أنا النهاردة يعني عندي شركة دعاية عالمية لو صرفت النهاردة مهما صرفت الفنوزي كنتي بصرفها في الهواء أنا عندي مكاتب مصر السياحية برا المشاركة في المعارض الدولية زي بورسة برلين زي بورسة لندن زي بورسة ميلانو زي بورسة روسيا المشاركة في المعارض الدولية دي لازم لازم يبقى موجودة على أساس التوادل لازم اسمة ناصل يتردد طبعا ما تساعدك هي دي القوافل السياحة العربية اشجاح النهاردة السياحة العربية بتمثل بالنسبالي السياحة البيانية العربية في أوروبا السياحة البيانية في أوروبا اللي الإنتر آروجين التوريزم دي تمثل أكتر من 60% من حركة سياحة لها سياحة البينية السياحة البينية بين الدول الأوروبية وبعضية بتمثل 60% من total movement من حركة سياحة بين الدول الأوروبية وبعضية أنا عندي الـ Interregional Tourism في الدول العربية ضعيفة جدا جدا فتتشجع السياحة العربية وسياحة البينية العربية وتعوض للنحصات في السياحة العربية مهارده كل احتراجات من نهارده كل اللي بيدخل بيعمل المسحب كل اللي عمل المسحب أنا بيعمل المسح عندي ودخله على طول تمام بنأيل حيضرتك أستاذ فيصل زياري كنص المصر السياحي الأسبق في تركيا والبلقان بنشكر حضرتك ورجعنا لك برضو بنكمل حوارنا عن تنظيم حفل الكاف اللي كان حاجة مبهرة ومشرفة وصل العالم كله طبعا دي حاجة كان الشركة شرفتنا بيها طبعا دي كان من ضمن الحاجات دي على اسمه مصر طبعا وكان لها تأثير جامد على السياحة وطبعا تأثيرها ممتد قدام يعني مش الوقتي طبعا بس جاحت كورونا جات طبعا في شهر ثلاثة وقف كل طبعا أتت الرياح بما لا تشتهي السفر على مستوى العالم كله وطبعا كل اللي كان عامل بلان لأي حاجة وقف كله طبعا تخطيط كله خلاص مع انت النهاردة فجأة في لحظة بدون بلان بدون اي حاجة الفيروس دخلت شوف الناس شافيتهم ما حدش بتوقع ان الاغلاق التأم في العالم كله فطبعا النهاردة كل تا فيه شركات كتير خسرت كتير يعني شركات السياحة وشركات دي كان واخدها طيران واخدها أجراء طيران طول السنة لانه بشتغلش بالسيزون بشتغل لونج تيرم فما نفعش النهاردة طبعا كله ده تأثر وطبعا النهاردة بدأنا طبعا تأسيد ده الطرد الأسعار تنزل فمن شهر 7 اعتمد الفنادق ومش كل الفنادق فتحت طبعا كان في شهر 7 على السوق المصري النهاردة السوق المصري هو اللي اشتغل من 7 على غاية شهر 11 على السياحة الداخلية طبعا في شهر في الكتوبر بيخش المدارس بيبدأ الكيرف ينزل عشان خاطر الطلبة والناس بترجي على المدارس فهو زي ما بيقول أنا برضو أتعقيب على أستاذ فيصل هو كلامه مصبوط في حاجات برضو لازم تتعدل يعني النهاردة ما ينفعش النهاردة عشان أركب من القاهرة الغرداء بدفع 8 تذكارة من هنا إسطنبول أو من هنا أوكرانيا أو من هنا طيران الدخيل المفترض في العالم كله أرخص حاجة النهاردة أنا النهاردة ما عنديش أزوي طيران ما هو أنت النهاردة وبعدين برضو فيها ميزة النهاردة في وزيجة كورونا النهاردة الناس ما تعودش في إقتويس مدة 4 ساعات الناس بتسافر مسابات طويلة طبعا النهاردة لتذكارة قريبة طبعا أنا ممكن أروح واجي بشهر ما الشيخة بتاخد 8 ساعات 8 ساعات طبعا غير طبعا عشان فيه تفتيشات وأمنية فما ينفعش النهاردة أنا النهاردة وغير النهاردة في المطارات أسهل النهاردة أنا واحد بأسرتي أحصل في نفس المطارات أكتر ما أنا زود طيران يعني أنت النهاردة في أوروبا الطيران زي المترو أنت النهاردة ممكن تركب الطيران من فرنسا إيطاليا بـ 50 يوروب فأنت النهاردة دي دي اللي عايزة شغل النهاردة تشوف إيه اللي برس صندوق الناس تشتغل عليه هنوط ده أنا في جوة صندوق أصلحنا لازم نتشوف حلول حلول خارج الأسوار حلول خارج لازم نشوف للسياحة حاجات إن هي تشتغل أشغل طيران داخلي مارس على أشغل طيران داخلي الغرداء أشغل طيران داخلي المحظات اللي علي لقصر أسوان إسكندرية إسكندرية أزود طيران أنا لو ما عنديش ممكن أفتح طيران خاص يشتغل على القصة دي لو أنا النهاردة ما عنديش كيف أفتح طيران خاص ليه النهاردة أنا تذكرة النهاردة لما أدفع النهاردة عشان رواح القاهرة واجد مبلغ 33 جنيه أكتر طبما ده أنا لو أسرة أربعة خمسة أدفع عشر تاري جنيه عشر تاري جنيه وأنا الأكموديشن كلها لإقامة 3 ربعات في الزر الأسعار دي الفنادي من الزر الأسعار يعني الفندو النهاردة كان بيبيع باتنين بيبيع بواحد ونصف الفندو كان بيبيع بثلاثة تأثر جامع والفندو ما بتكسبش يعني عشان نتكلم بصراحة هو ما فيش مكاسب دلوقتي يعني الفندو الفنادي اللي يقول أنا كويس أنه ما اخسرش علشان خطر يغطي العمالة وغطي المصريين لكن مكاسب ما فيش حد بيكسب وغطي بدلا من العمالة بتاعته تكون في عودة السيزون مش موجودة لا موجودة معاوة تحملها في ظل الأزمة وقعادي النهاردة أنا مرفع النهاردة الأسعار شوية مع الموظف يستفيد ياخد هو عوائد بيستفيد النهاردة الموظف برضو ما بيستفيدش النهاردة في ظل الارتفاع الأسعار خيصة والموظف متأثر جامل خليباك أنت النهاردة السياحة دي فيها 4 مليون ومتين موظف يعني رفع كبير أنت النهاردة لكل مليون سايح عايزه 200 ألف وظيفة أنت بتكلم النهاردة يعني يعني لو حسبنا السياحة فمش دلوقتي طبعا يعني في وقتها يعني في عز السياحة النهاردة عندي 4 مليون ومتين موظف كل مليون سايح بخش مصر بيقابله 200 ألف وظيفة المتين وظيفة دول مش الموظف اللي بيستفيد منهم لشغال في السياحة لا طبعا السياحة لها تأثير على 53 وظيفة أخرى اللي هو النهاردة لما يبقى الموظف النهاردة بتاع الموظف السياحة النهاردة معاه فلوس بروح يشتري ملابس يروح بعد يشتري ملابس يشتري أجهزة ممكن يشتري تأثيرها على الوظيفة الأخرى مش على همش بياخد الفلوس بكتبني وحطها في الجيب لأ تعالى النهاردة الموظف النهاردة لما بيبقى معاه فلوس بيعمل إيه بيطلع اللي عايز يشتري اللبس اللي عايز يشتري ملابس فلا تأثير غير مباشر ده أنا بكلمك على تأثير مباشر اللي هو السياحة لا تأثير مباشر لأكتر من 3 و50 وظيفة فكل ده طبعا ليه تأثير ما هي ظاهرة حرق الأسعار في مجال السياحة الصراح ده منتشر جدا منتشر جدا طبعا منتشر جدا وليه تأثير على الأماكن الكويسة النهاردة فيه فنادق ما هو الفنادق النهاردة فيه 3 نجوم وفيه 4 نجوم وفيه 5 نجوم وفيه ديولوكس النهاردة النهاردة ما بتيجي تبيع في الأسعار لما بيع منطقة يبقى لها سعر أعلى عشان كوي تتاح على منطقة أقل كوي تتاح النهاردة بيبقى حد جنبك بيبيع الأوضة بـ 30 دولار مثلا و25 دولار الفرد النهاردة الأقل منه هيعمل ايه؟ بينزل فحرق أسعار غير طبيعي غير السوشال ميديا كمان الناس النهاردة بتحط على الفيسبوك النهاردة الفندو الفلاني برقم والكان ده مستحيح بالفعل هنرجع لها من نقطة دي بعدما نستقبل مدخلتنا معانا هشام إدريس عضو جمعية الكتاب المصرين كتاب السيحين بالرحب بحضرتك أستاذ هشام أهلا بحرق فاندر أهلا بحرق أهلا بالدويت الكريم أهلا وساني فاندر بالرحب بحضرتك طبعا ضفنا الدائم وكنت معانا أول من تحدثوا عن السياحة وطلع أجور عمالة السياحة وكالليك موقف مشرف معانا هنا عنه أهلا بحضرتك معانا أستاذ طارق طارق بمحي أهلا أستاذ طارق أهلا أستاذ شام فرصة سعيدة فاندر أهلا أستاذ فرصة سعيدة فاندر أهلا بحضرتك فاندر أهلا بحضرتك فاندر أحباب طبعا بعيد عنه أهلا طبعا طبعا أستاذ هشام دور تنشيط السياحة بقى حاليا بعد انتشار اللقاحات وبعد مبدئيا فيه أمل أستاذ طريب ببشرنا إن فيه أمل لعودة التدفق السياحي الفترة المقبلة دور تنشيط السياحي إيه في الفترة المقبلة والله أنا وجدت نظري طبعا أنت تعرف حراك الجائحة كانت صعبة والقطاع أو العالم كله فقط جزء كبير جدا من الاستثمارات وفقط جزء من الاستثمارات حتى البشرية لأن فيه ناس كتيرة جدا بسبب الأزمة ممكن يكونوا سابوا المجال وطبعا فيه قطاعات كتيرة جدا اتأثرت مقتررة بالسياحة المتوقع طبعا لو ربنا أراد إن شاء الله الفترة اللي جاي دي والفكسين يبدأ يشتغل بشكل كويس وبدأ كل الدول العالم أو على الأقل القطاع اللي شغال في القطاع السياحي يكون كله محصن لأن طبعا هيكون العبرة الفترة اللي جاية دي هتكون للسلامة طبعا للسفر فالسلامة دي هتكون مرتبطة باللي واخد اللقاحات أو اللي مأمن نفسه أو اللي هي بيتبع الإجراءات الاحترازية أو واخد كل وطبعا دي كلها حتى في الفترة اللي جاية دي يعني إن شاء الله زي ربنا أراد في خلال يعني سنة أو سنتين يعني تكون ترجع تبتلسيحة تركع لوضعها يعني إن شاء الله تمام بنشكر حضرها وستاذ هشام إدريس عضو جمعية الكتاب السياحيين شخصي اللي مشرفنا دايما رجعنا لك بنكمل بقى حديثنا عن ظاهرة حرق الأسعار فطبعا الفنادي بتضطر إن هي تنزب السعر إن طبعا شركات السياحة هنا بت عصد هي تورتة موجودة بتتوزع فنادي كتير والعدد أولاية فالنهار دا مضطر إنك تعمل كده عشان الموظف يشتغل حتى الموظف إنما كان قاعد في الكورونا قال لك أنا عايز يرجع عايز يرجع يشتغل مش عايز يقعد في البيت يعني وفي شركات محترمة طبعا كتير الأمانة يعني شركات محترمة تكفلت بتاع إنها عندنا مجموعة البطر أستاذ كامل أبعالي تفاهم تكفلت مرتبات الناس دي لفترة كلها وفي رجال أعمال محترمين شرفها كتير تكفلوا بالمرتبات الناس لحد وقتنا هذا فطبعا وده رقم كبير وطلعوا مرتب معين يعني لا الناس بتقبط مرتبات عادية فده رقم كبير جدا أنت النهاردة بخصوص المجموعة الكبيرة يعني النهاردة اللي ما يتأثرش في القصة دي الفنادق اللي هو يمتلك فوندو أو اتنين لكن المستثمين الكبار ده لتأثيرهم كبير لأن طبعا ده بيبقى كام عندهم العمالة كبيرة والنهاردة ما فيش مؤسسة اقتصادية تقدر تصمد 3-6 شهر تدفع رواتب بدون عمل لأن الرواتب يعني كبيرة فلنك أنت العدد كبير لكن أنا لو أمتلك فوندو أو ممكن أبساهل لكن المؤسسة الكبيرة ودي حاجة طبعا تحسب يعني رجال العمال المحترمين أنهما تكفلوا بالمرتبات النيازية وكان فيه طبعا تشجيع من الدولة برضو وتشجيع من وزارة سياحة أن هي أجلة الضرائب أجلة التأمينات أجلة المتزمات الحكومية التزامات الحكومية التزامات البنكية البنكية وأجلة القروض بالفعل على الموظفين ستة شهور كان موقف برضو حاجة حسه بالمواطن ما هو حس المواطن الليوية النهاردة أصلا أنت دخلك في السياحة مش المرتب بس فيه دخل تاني اللي بياخد بس واللي بياخد حاجة اسمها سيرفز الشارج اللي هي 12 مية فده جزء من الدخل أنت النهاردة قافل فما فيش دخل ده فأنت النهاردة وبعدين أصلا الكورونا جات في وقت أنت مش عارف فالنهاردة اللي واخد قرد جاب عربية اللي واخد قرد واخد شقة اللي واخد قرد مش تيري حاجة هو عامل بلاي نفسه والنهاردة أنا هدفع كذا هجيلي كذا هدفع كذا أنت جات فجأة واحدة والنهارة العالم كله فدي كان ميزة النهاردة أن أنت النهاردة إحنا كنت في القطاع المالي الدرائب تأجلت التأمينات القروض برضو متأجلة العاملين وللمؤسسات الحكومية أو المؤسسات برضو تأجلت القروض فكان فيه دعم وخلي بالك برضو هي الدولة هي الدولة النهاردة داخلها منين أو من ضرائب من ضرائب يعني النهاردة النهاردة نت بتكلم في قطاع الفنادق بتاع السياحي النهاردة عندك 1172 فندق في مصر وفي منهم حوالي 300 تحت الإنشاء النهاردة دخل لو ان دخل النهاردة في منطقة زي بحل أحمر أو شرم الشيخ فقط لغير من ضرائب الدخل من ضرائب الإيراد بس النهاردة لو دخلوا من 100 إلى 120 مليون في الشهر النهاردة دخلوا في القصة دي يامل لأزمة زيرو وحتى بعد ما فتحت الوقت للسياحة دخل النهاردة الدرائب اتأثر حوالي 8% بالفعل خلاص هو النهاردة ما هو الدخل بيجي منين ما هو بيجي من هنا برضو في نفس النطاق تأثير ده بالنسبة تأثير جاية كورونا على السياحة في مصر تأثيرها بصفة عامة كان على مستوى العالم فتأثيرها على السياحة العالمية طبعا زي ما هذلك كنت بتذكر على فرنسا على أمريكا على الصين على أسنان توتل السياحة في العالم كله أوروبا بتاخد من 51% طبعا ما فيش كامل حاليا العالم كله هي قفلة يعني لو السياحة في العالم كله أوروبا بس الوحدها بتاستحوز على 51% من كونتوتل السياحة فالنهاردة ما فيش الكلم ده هل ده ليه تأثير طبعا ليه تأثير في دول عالمية بدأت تاخد قروض من بنك الدولة عشان قاطر يكيف في السلزمات وفي جهة هنا أنا دلوقتي في أوروبا المجليد دلوقتي اللي أنا سمعته مش عارف ممكن كامل ده الطبق أو لا لازم تاخد الفاكسين وبيثبت على البسبور ما ينفعش تسافر من غير ما يكون مسبوط على الجواز دي في أوروبا ما عرفش الكامل ده هيتطبقوه فعلا أو لا بالفعل يعني بدأت القصة دي يعني لازم تاخد الفاكسين يعني حتى داخل أوروبا ما ينفعش تسافر إلا ما بتاخد الفاكسين ويكون مسبوط على الجواز بالفعل كتأمين هم عزين العالم كل وقته بس النهاردة القصة ديش تاخد وقت بقى المعرضوء السياحة النهاردة تأثير ده أثر عليه أثر عليه إزاي بقى فيه طار للسياحة النهاردة فيه موظفين النهاردة الجوداد ثابت السياحة ودخد في مجال تانية فلما السياحة ترجع كل ده هيتأثر طيب إحنا حاليا برضو بنتكلم شرح بعيدة عن نفس النطاق السائح الروسي حضرها عارف السائح الروسي والسائح الانجليزي كان تواجد السائح الروسي بصفة عامة كبير في مصر هنقدر نقول حاليا هل عاد السوق الروسي بعضا ما دي أطول فترة حصل فيها إغلاق لروسيا وروسيا دي في مصر هنا لها حيز كبير في مجال سياحة لأن طبعا ده من ضمن الأماكن اللي هي شرمشيون ده اللي كان بتستوي عدد هايل من السياح الروسي فطبعا من أكتوبر 2015 ما حصل الطائرة أفل طبعا في بريقة آمل طبعا الشهر اللي فات والشهر ده بدأوا يفتحوا الطيران العادي بيجي قاهرة ومن قاهرة الشركات سيحة بتيأخذ الزبون وتنزل بيه على غداء وش همشيان كان فيه وعود زي ما اسمعنا في الوسائل للتواصل الاتماعي واسمعنا في الوسائل العالمية بس مش أكيد يعني مش تصريح من الحكومة الروسية إنه هو هيفتحوا عودة طيران الشرطر في شهر ثلاثة أو أربعة زي ما كان بيقول لكن اسمعنا طالما فتحوا الطيران العادي فده بيديك أمل لعودة الشرطر لعودة الشرطر بقى هيقفل كورونا ده تبقى حاجة حيز تاني بقى لسه مش عارفين والساحة الإنجليزية على نفس لا الساحة الإنجليزية طبعا بقى لها بتاع من قبل الكورونا هي وطاليا فالعدد أولاي جدا دلوقتي بس فتحين يعني فتحين دلوقتي شغل عدد على أولاي الطيران أولاي بس طبعا مش ده اللي انت عايزه طبعا انت بتكلم في عدد محدود إيه انت عارف حضرتك كان فيه المعارض اللي بتقوم برا وعندك زي معارض برلين ودور السفارات خارجيا في تنشيط السياح كون ايه دورهم في الفترة المقبلة اللي بتطلبوه منهم طبعا السفارات أصلا فيها بيبابلح أعتقد سياحي بس هو المشكلة العلم كله قافل انت بتهتد هتروح لمن طبعا كان فيه في ثلاثة بيبابلح أكبر معرض سياحة لمستوى العالم ومعرض ألمانيا بتاع برلين طبعا السنة اللي فاتت ما تعملش وأعتقد السنة دي برضو السنة الصعبة ده كان ملتقى السياحة في العالم كله وده طبعا ليه تأثير أنا النهاردة بروح أعرض لمنتج بتاعي وأنا وحدك بتعرض لمنتج بتاعك فالنهاردة كل الناس دي كان بتروح تعرض هناك وده كان كل الشراكات السياحة والمستثمرين بيعملوا تعقداتهم ويعملوا شغلهم جوة المعرض لأنه بيشوف العالم كله بيشوف كل الشراكات العالمية موجودة بيشوف الناس كلها موجودة فالنهاردة ده مأثر طبعا تمام أحضرها هنخرج حاليا نفاصل معنا فيديو عن تنشيط السياحة وعن أجمل أماكن في مصر وهنرجع مع حضرتك ويكون معنا شعرة حاجة جميلة كده حاجة جميلة كده بسم الله إن شاء الله حنين عمره صغير ودايما بتول قصائد شعر رب يوفق إن شاء الله أنت عارف هي أولا أن أنسة وعن حقوق المرأة كان العيد العلامي لحقوق المرأة وكان طبعا بنقترب من عيد الأم إن شاء الله فالطبيعة تكون دخلة معنا حنين هنخرج نشوف الفاصل ونرجع معنا تحتامك فضل فرصة اشتركوا في القناة ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين طبعا مشرفنا في ضيافتنا نبدأ من عليمين استسطر محي رئيس شركة مجموعة الباتروس والخابير السياحي رئيس منطقة البحر الأحمر من فودول مشرفنا ونضم إلينا في الفاصل حاجة جميلة كده بالنسبة بالمناسبة كان عندنا في الأسبوع الماضي اليوم العلام المرأة وبعد أيام قليلة عيد الأم فبنهن كل أم وصراحة بالذات الأمهات المصرية كل أم مصرية تحس إن هي الأم المثالية وأكثر من الأم المثالية كمان فمبدأي أنه جايبين الشعيرة حنين أحمد سيد هتبدأ قصيدة للأم هتنقل هتفضل يا حنين طبعا قبل أي حاجة أحب أشكر مع هدي مع الخلافان وشدي لما جيتك تبع نمي لما جيتك تبع نمي قلت عنها شايلة همي قلت دي بتجري في دمي قلت يا ما حاجات كتيرة مش جديدة لما جيتك تبع نمي عجزة قدام القصيدة شايلة سري كان زمان بيني وبينها حبل سري انقطع يوم الولادة وتوصل حبل الوداد حب ما تحولش عادة من كلام رب العباد حبها أصلا عبادة في التعب كانت بتسأل جيه مؤنس جيه مذكر جيه بيدحك جيه مكشل جيه على الدنيا بسلامة وقتها ما كنتش بفكر كنت ببكي وكت بتحضن بابتسامة وقتها ما كنتش بفكر ضدنا جيه مضدنا لما جيتك تبع نمي لقيتني بكتب عننا لما جيتك تبع نمي عجزة قدام الحروف قام الألف زعق ويف قال لي ما تفهم يا ولا أنا مشترك في اسم ملا شريك له وأول الاسم الألف وأول الأم الألف ودي من الصدق ربك بيخلق من عدم ربك بيخلق من عدم خلق الألم وهنا على وهن وهنا على وهن شالتني لحد ما بلغت الحلم ويا ما حوطتني بجنحها ويا ما دمعت في عينيها ويا ما تدلعت عليها ومن إيدي تاتا تاتا ورجلي داست على البلاطة ودس عليها عجل زمنة وكت بتحضني ببساطة ولما بتعب كانت طب طب كانت تجيب لي الشوكولاتة كبرت فجأة كبرت فجأة لقيتني بزهق من كلامها عن السجاير عالعيال اللي مصاحبهم عالدراسة خش زاكر يا جدلع تقول لي دا انت راجل دا اللي قدك دخلوا دنيا بص يا ابني خلي بالك دا السنين زي الكولونيا تحطها بتين بسرعة متلاقش لهواها ريحة السنين بكحة وصريحة أمي مبتعرفش تجرح بس يامبت الجريحة لما جات وقفت قصادي قالتلي انت امتداد انت نرعيني اللي شبهي انت دونان عن ولادي وقتها أنا كنت غاوي للغناوي كنت سبها قاعدة وانزلت رمي في حضن القهاوي هي دي أحلى عيشة هي دي أحلى عيشة هاتلي نر على فحم شيشة هاتلي طولة أمي دي فاكرانتي شخ لا دا رجل وبشنبي بصوا دقني وداء الحزن خدني والزمن واخد مني خانة الدواء بتاع أمي مش لقيه في الأخزة خانة كل ليلة كنت برجع والدعاء صالب لدهني والدعب فارد طريقي والسنين بتقول لي اجي في الزمن عمال بسابق بدليه في حضنه وبفاني ما ببتكرهاش بس إلا لما يبقى الأكل حادة انت فين مش عارفاكل انت فين مش عارفاكل تعالي قعودي جنبي تعالي سمعي أخر المهازم مرة واحد حبي ينجح قالوا عنه أنه فاشل مرة واحد حبه واحدة بس سبها لأنه عاطل قالوا عني أني شفك قالوا واقد شكل شعرك ضعف نظرك والسنان البيضة منك يا ما جرحوني يا أمي وبدعاكي جت سليمي طبعاً أجمل مقال طب انت عارفك قصيرة بي بتاعت مين أففا أه عبدالله حسن بنشكر برضا عشان لما بنجيب حاجة عن حد بمشكوره طبعاً حاجة عن الأم والأمهات كلها وهنرجع لك تاني حاجة رابعة صراحة بجد نرجع باستاذ طارق عن الميني فوتبول وكان حفلة التنظيم والله الميني فوتبول طبعاً دي حاجة جديدة لسه في مصر من السنة اللي فاتت أه أحب اواجه الشكر لأستاذ أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد الميني فوتبول وهو اللي أدخلها مصر معانا عشاشها صورة مركز شعب حلاب أو مركز شعب حلاب وشعرتين فالرجل ده يعني بوجهه الشكر دعاً شخصية غير طبيعية بقاله سنتين بيشتغل شغل غير طبيعي ما بينامش وهو ده اللي أدخل اللعبة دي في مصر اللعبة دي في مصر موجودة بقالها في العالم كله في مئة أربعة وثلاثين دولة طبعاً مصر لسه جديدة وعرض ان احنا عمل جروب في مناطق المحافظات اللعبة الوحيدة اللي سبعة وشين محافظة وبحب هنية على القرعة بتاعت الدوري الممتاز أول دوري ميني فوتبول في مصر هيتلعب الشرق ايه؟ عبارة عن ايه؟ حلاب وشعرتين عرفت الميني فوتبول ونصف في مصر لفه؟ لا أستاذ أحمد عمل حاجة جديدة لف سعيد مصر ولف الجنوب كله فكان فيه تصفية في كل محافظة يطلع منها الفائز يطلع للدوري الممتاز فكان البحر الأحمر وبحر الأحمر وسينة كان فيه الوقدين الوحيد منطقة حلاب وشلاتين هيتطلعون انهم انتخبوا حلاب وشلاتين ده اللي هيصعد الدوري الممتاز مع فريق أكاديمية الخنام من البحر الأحمر فالقرعة دي تعمت على 27 محافظة تعمل مجموعات الدوري ده أول دوري ميني فوتبول دوري كرة قدم هيتطلعب زي كرة اللي هي الدوري المصغر كرة القدم الخماسية المصغر دوري بتلعب في الأماكن مفتوحة وينطلق المطلقة الكاس إن شاء الله في شهر أربعة فده اللعبة الوحيدة اللي غازت مصر كلها وراحت الأماكن اللي محدش بيوصل لها فطبعاً هو كان فعايزين نعمل نهائي دوري مطقة البحر الأحمر في الغرداء فهو طبعاً نزبنا شوية طبعاً هو غاوي السيد أحمد الأماكن البيضة قالك هنعمل النهائي ده في حلاب وشلاتين وعملنا النهائي إنها كان حاجة مشرفة طبعاً طبعاً قيمة لأهل حلاب وشلاتين طبعاً وقابلونا طبعاً أحسن مقابلة هناك وشوفنا أماكن يعني دي مصر بصراحة الأماكن الحلوة ديته والأماكن الكويسة وأنا بهنية على الدوري والكاس وعلى الدورة التدريبية اللي كانت في برسعيدي هن تابعها دورة المينة في برسعيدي وهنبعتلكوا طبعاً تشرفونا في الافتتاح الدوري إن شاء الله طبعاً إن شاء الله في إذن الله نكون متعقدين وهنغطيها ونشكر حضرتك طبعاً كنت تضيفها عزيزة علينا استاذ طريق موحي بنشكر حضرتك رئيس مجموعة الباتروس المدير الميل مجموعة الباتروس الخبير السياحي رئيس طبعاً منظمة مجموعة البحر الأحمر منطقة البحر الأحمر من فتبول بنشكر حضرتك طبعاً بمناسبة قريباً عيد الأم بنشكر كل أمهات مصر كل سنة وجميع أمهات مصر بخير عندنا أم برا بمتواجدة كل سنة وأم مصر بخير الأم والأخت والزوجة فكل سنة ومصر كلها أمت بخير الأعداد في الداخل بيقول لي أم حلا أم حلا أم حلا وكل سنة طيبة الولدتي ومصر كلها أختي والله كل أم أنا تبعت بسط بالأمس أم بعت أهنئ نفسها لقد تم تكريمي بالأم المثالية كرمت نفسي هي لسه مستنيشة تكريم من أولادها فهي كرمت نفسها فأحنا بنشكر على هو والدتي طبعا أم وليد والله طبعا شكرنا أم حلا طبعا أم وليدي والدتي أنا بهني والدتي وأختي ودبتي على عيد الأم ربنا يسعي لهم ويخلهم خلهم لنا دايما بنشكر زي ما قالت أحضاء أم حلا معي أم وليد أم عمار أم عبد الرحمن وأم روان كل أمهات طبعا ما شاء الله كل أمهات وأم حنين طبعا اللي مقدمنا النموذج وخير حد كرم الأم الأم بصفة عامة أو المرأة على كوكب الأرض هو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكتر واحد حفظ قانون المرأة أو حفظ قانون الأم أول ما انتحدث عن حول المرأة وحول الحيوان فنختم بقصيدة عن المصطفى جميلة كده هتقولها حنين نختم وبنشكر ضيفنا كده أروي لكم عن قصات من بينهم متقدما قد غير الصف القاوم خروجوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة